الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله تعالى في القرآن الكريم في سورة سبأ وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا ألي يجزون إلا ما كانوا يعملون على آيات دي من سورة سبأ رب العزة والجلال يبين فيها مشهدا من مشاهد يوم القيامة في يوم قيامة يوم عظيم بعدين واليوم دا فيه أحداث وفيه مشاهد وفيه حسرات وفيه ندامة والله سبحانه وتعالى وراك لها في الدنيا شايت ما تقع فيها قال لك في شكل كبير بتحصل يوم القيامة والشكل دي بالناس في الدنيا كانوا بريدوا بعض كانوا ما برضوا في بعض بريدوا الواحد التاني بريدوا ريدة شديدة جدا فيه أسياد وفيه أتباع فيه قادة وفيه ضعفة مساكين بعدين الجماعة يوم القيامة بتلموا بالشكل قدام الله بعدين يقول لهم والله إيج تضللتونا التالين يقول لهم والله إيج تكاما كنتم جارما ما كانت تابعتون أقرى القرآن وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى يا محمد صلى الله عليه وسلم ولو ترى أي يوم القيامة ولو ترى في الدنيا حال هؤلاء يوم القيامة إذ الظالمون موقوفون عند ربهم واكف قدام عند الله سبحانه وتعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول الشكله في الدنيا تلقى خايف منه أبوي الشيخ لا تعترض فتنترض قدام الشيخ ما تعترض فتنترض ما تخليه تردك وترتاح أنت ده أربشنه أنت تترض عليه يعني الشيخ إذ تتصافح المرأة حرام لكن الشيخ يمسك المرأة صافحة حلال ليه؟ لأنه في الظاهر صافحة لكن في الباطن يكون قدمها زي إذ تتصافح المرأة حرام والشيخ يصافح المرأة حلال شاكاذي البرأة قال وإذا ألفيت منكرا في قولهم أو فعلهم في الشيخ يعني وإذا ألفيت منكرا في قولهم أو فعلهم أول بفقه تأويل كل مترجم ومؤول يجدون لمس الأجنبية عندهم إن صافحت يدهم كذات المحرم البيت فتية البيت شابة إنته يقول لك ما تصافحة يدرويش أبريالة والشيخ صافحة ليه؟ لأنه الشيخ نيته سمحة ودي زيها المحرم والشيخ ده قعب واحد نيته كعبة والله والله ممكن تلقى واحد رمتالي مجرم تلقاه عامل لي حاجات بيجاي وحاجات بيغادي وتلقى شفت يدردهم في السفة العماري ممتاز ويسجر لكن تجيبه في البيت يتصاحبه ولك والله نحن بتعين لقبة لكن الزولة فردتنا يا أخو ما بنخرب لبيته مش بتلقاه تلقى بتعبنقه وتحصطله مجرم عيونه مرقرقة مجرم وملخبت البلد يقعد معاديه وتونس معاديه لكن تجيبه في البيت يتصاحبه يقول لك يا أخو والله زولة فردتي أخو بيته ده ما أبلخبت فيه كما قال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور خائنة الأعين ده اللي بيجيك في الديوان وتمشي الجبلة العصير يتاويك بالشباك ده مجرم ده كذي لكن الشيخ ده تجيب للمرة وليبوي الشيخ دائر جنة دائر جنة دخل له أم الفقرة أم الفقرة دي جوها دشاحن جلقزي أم الفقرة بتدي جنة يتو بتلعب علينا ولا شنو يا ناس الجنة بجيبه كيف الناس ما عارفه دي كلها لخبة ولفه دوران باسم الدين أي زول يقول لك شيخ بدي جنة ده مصدق القرآن الله قال في القرآن سبحانه وتعالى أفرأيتم ما تمنون عليك الله ما كلام واضح وهو عايق لك دي في الأصنام في صنم تمنون في صنم تبزغون خلي تمنون تمنون دي لالناس هو عايقوا الشك أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ما هي واضحة لكن الصوفية ألفوا كتب هس أنا دارت دي كرامة النازمين عمنا دا اللي آخر واحد بيضحكوا شت كرامة بتاع الصوفية هنا في الكتاب دا كرامات عجيبة والله الذي إله إلي غيره عن الكرامة دي صفحة مية سبعة وتزعين لمية تمانية وتزعين ندى أن نختصر لأنه المغرب قرب ونحن شوف ما ما ندعوك تبقى معنا والذي رفع السماء لا عندنا تسجيل لا أي شيء دارين الناز دارين منا حاجتين وده الإسلام كله بدور حول الأمرين دي لو في إمتى نجت في إمتى الدين الصحية واحد ألا يُعبد إلا الله تعبد الله براو دعا لأ الله رجاء لله خوف من الله ذبح لله تعالى والله الذي إله إلي غيره ما تبقى زي المساكن دي يا أخوة أكفين بالعربات بالصف ليزول مات والله قال وتوكل على الحي الذي لا يموت والحي الواحد المموت الله سبحانه وتعالى الحي الثاني يدار أنك تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام ثاني ما في شيء ثاني أركب عربية براده لما انتبرد ما في شيء أكل بيرقر بشطة كويسة جدا وكل طحنية باصطة بيلبن بلوك ديقن ديل بضربوا الطيبات طيب استابل نحن بنضرب الطيبات وتقول لنا مش شدد أبدقن ياكل باصطة يكرهوه يمش في الشارع يكرهوه اركب عربية واحد أخوانا من أخواننا بصلب الناس يوم يأكل محلل سندويتشات طعمية كان الجماعة جو باموا لنا بتأكل سندة يعني بيأكل جاز مازول زيك يعني عربية ما بيأكل سند ذاته كان السند يعني والله فهم عجيب صفحة مية وسبعة وتزعين مية وثمانية 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 بديك الكلام والله تبقى صوفي تفيك منك أسي أقرأ الكلام ده كلام عجيب مرة واحدة ديال الجماعة ديال زول بتكلم معه ودبرك وبدع شوشة في الكتاب ده صفحة مية سبعة وتزعين تمانية وتزعين نحن جم شاحنا بنشتغل خششونا جوه الكتاب خشبه جاي خششونا جوه بنشتغل في أي محال الله يتقبل ودارينا الخير للناس همسك الشغلة دي أزاق الله والله بتكلم معه بدع شوشة بدع شوشة ما ريحها تدي مرتك بدع شوشة بتكلم معه صفحة مية سبعة وتزعين نختم بها قال الشيخ موسى ابن يعقوب الفضلي الوسيقي أما وأبا موسى ابن يعقوب المؤلف محمد ضيف الله محمد الجحل الفضلي ده بحلفاية الملوك بإيجاي قال من كراماتي كرامات ده موسى ابن يعقوب ده من الكرامات بتاعته هاسمع الكرامة قال علمه بمنطق الطير بتكلم مع الطير آها قال ذات يوم ممرات بتكلم بالداري قال ذات يوم هو جالس والمشاط يمشط رأسه الشيخ قاعد والمشاط بمشط لرأسه ودي الكتب ما بزولي زعل ساجة ما ندار ليه كون الخير طيب قابلته طيرة بكوة البيت بكوة البيت الطيرة جاد جنب الكوة الكوة بعدين وكفت الكوة دي زي شباك لكن مكفولة بغادي آها فسكسكت فسكسك هو لها الطيرة سكسكت مش الشيخ مفروض واصل في شعره ماله مال الشغلة دي طيرة سكسكت فسكسك لها هذا قاعدة هنا زول بتكلم مع الطيرة ده أنا بقعد معه تاني تخيل لنا قاعد الطيرة قالت سك 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 الشيخ قال لا سك 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 أنا مش بشيل نعلاتي ببقى مارك قولها الشيخ الله ايش فيك مغابر حمداني اه يسمى شنو التاني دي اه تجان الماحي بيجايه ولا بيويني بيجايه زول بسكسك مع الطيرة ده بقعد معه تاني ده ما فاك منه صامولا سافي كوشة ولا في محل اها قال شنو قال فطارت بعد سكسك لا طارت ثم جاءت طيرة أخرى فلما قابلته سكسكت فسكسك لها الطيرة التانية برضو جاءت سكسكت والشيخ شنوه سكسك لا هذا ما وجوده هنا فقال له المشاط سألتك بالله الذي لا إله إلا هو الطيرة إن قالت لك وأنت إن قلت لها المشاط قال لسألتك بالله الذي لا إله غيره الطيرة إن قالت لك وأنت إن قلت لا يعني قالت لك شنو ويتقلت لها شنو فقال قال امرأة مع زوجها وفقت بينهما الطيرة اللولة بيدعشوشة والطيرة التانية والدبرك وزعلارين من بعض قال صالحت بيناتهم قال قال الله ده ما فايق بيدعشوشة والدبرك تشكله ويدعشوشة أظنها ما أكلت الزرازير ولقعت لجي بلينة دستة بتاعت كبابي والدبرك عمل نايم شاكلته لما انزعله قرب يطلقه بيقى يحنس فيون يا بيدعشوشة والزرازير خلي عندك رحمة بالزرازير ده ما معنى الكلام ما النص بعدها ويدبرك إنت ما تتهور والعصمة بيدك وخليك عاقل وفي هذه الأوضاع تاني تلقلك بيدعشوشة وين والسلوك ملانة واللفاظية صلح قال وفق بيناتهم بتصدق كلام زي داي تاه بيدعشوشة والدبرك صالح بيناتهم بتصدق كلام زي دا هم لخبت الدنيا ملخبتة غالبية الدنيا ملخبتة وتي الصلح بيناتهم صفحة 116 قال واعلم يا ولدي قال ده شيخ اسمه الشيخ بلل قال واعلم يا ولدي أن يسمى بيدفع الله هو اسم الله الأعظم والله كاذب وكاذب فده كل هوس خلي عقيتك في الله تمام لا تعلق حجاب لا تأكل تراب لا تقيف جم قبة زول مات يا أخي مات رسول عليه الصلاة والسلام قال إذا مات الإنسان ده إنسان ولا ما إنسان إنسان ولا حاجة تانية لو قالوا حاجة تانية براه نبزوه لو قالوا إنسان رسول عليه الصلاة والسلام قال لك إذا مات الإنسان إن قطع عمله ثانية وعمل قطع من تصدق النبي صلى الله عليه وسلم في صيح مسلم قال إن قطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح ما له يدعو له الولد هو البدعو للميد مش الميد هو البدعو للولد الناس تفهم النصوص وتفهم الآيات ونحن والله خايفين على المجتمع ده مجتمع بحب الدين والله واحد تلقب تعركش تتكلم له في الدين قل لك والله مولانا بأيدين يا أخ الله يهدين بريد الدين واحد سكران لقيته في صوبة اللعوتة بتكلم كذي جمع الشعلي لابس لي برمودة سكران جمع الشعلي جمع قال إنه دار ضربني جوع عليه وقلت له جوع عليه وقلت له خلوه خلوه لما وصل جنبي قال لي اسمع سكران ما قادر جيف اسمع قال لي تكلم لنا في عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورين سيرت وكان كيف وما قادر كيف ماشا قاعد تكلمت عمر بن الخطاب كذا وكذا وكذا قاعد يبكي والله سكران قاعد يبكي لما انسخن قال لي والله ده قايدة الوسطول ذاته قال لي قلت له يا ذون ما تقول كذي ده صحابي ما تقول فيه كذي يا مولانا قال لي ما هي باي لغة العصر ياه قال لي قلت له والله يتفيق خير لكن برضو ده صحابي مفروض الكلام يكون فيه شنو أفضل فبحبه الدين ده يلغى شون واحد غلباته الشغلة شفت الشيخ ده الغلباته الشغلة بيتيخ لقوم بزر ما ماشا معاهم والله بيكون جربوا يجرب ما بتغلبه الشغلة اشتغل ركشة قطعت لس سلك بتاع اللبانسي بكرا لكلاته لزاه لفة من غير مفتاح المهم بتغلباته الشغلة اشتغل بعدين طلبه تبقى لحارة امشي غرية في آخر الدنيا خدت له شوال ولقط لقصبات ويجيب له كم جلد وانا بداوي من البرص وبدأوا بدي الجنة وادقص وادلي المرة ادقص بس غلط واقنع كلام طويل وكلام كتير جدا فاذا مدى الله في العجال احنا بنجي نذكر الناس ضللون يا اخ ام دائرة خير يا اخ فيها خير لمو فيونا الجماعة ديل ما سكون بغير الله تعتر يا الحسن من المحن والبدر من الفقر والفلع الافون السرع من التلفون وابو العباس من عيون الناس وابو جرون هس ما زادت تخوف ابو جرون من العيون وفي عينك تر منك انت بتتخبض علينا ابو جرون من العيون وبشام لما بعرف من النملة والذي براه جديدة خليها وبشام وراء وقدام قال ده في العزبة هناك بشام وراء وقدام كاد بنا كلها مصائب لا تمسك في بشام لا اي شيء وراء الله بنجيك قدام الله بنجيك فوق تنادي الله ده تحت الله البنجيك تناديه سبحانه وتعالى الذي استوى على العرش تحت جاياك مصيبة الله البنجيك سبحانه وتعالى فتجعل عقيدة تكفيه صحيحة وصل في الجامع وتسبح الله وتفك الطرق كلها والجماعات والاحزاب وتلقى ربك وهو راضٍ عنك أسأل الله بأسماء الحسن وصفات العلاء أن يوفقنا وإياكم لما يحبوا ويرضى وأن يأخذ بناصينا جميعا للبر والتقوى لأن إن شاء الله كل جمعة بعد العصر بنجي نذكر الناس في رجال بيسمعوا في نسوان بيجنب الطريق بيسمعا بيستفيدوا في شباب بيجيبوا بيستفيدوا بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا جميعا على حسن السماء سلام عليكم ورحمة الله وبركاته